أغلب المشاكل اللي بنواجهها في الأجهزة الإلكترونية أول حاجة بنلجأ ليها هو إنك تعمل ريسيت أو إعادة ضبط مصنع سواء كان كمبيوتر أو روتر أو موبايل أو أي جهاز إلكتروني علشان تحل المشاكل بتاعته أو علشان تبدأ من الأول يعني بتروح تعمل إعادة ضبط مصنع للجهاز ده ولكن إنك تعمل ريسيت أو إعادة ضبط مصنع للفلاشة فأعتقد إن أغلبنا ما بعملش النقطة دي بسم الله الرحمن الرحيم معكم أحمد الجرنوسي والنهاردة إن شاء الله نشوف مع بعض إزاي تقدر تعمل ريسيت أو إعادة ضبط مصنع للفلاشة وترجعها للحالة الأصلية اللي جات عليها الموضوع يكون مفيد جدا جدا لو الفلاشة بتاعتك كان عليها فيروسات كانت بتشتغل بشكل مش طبيعي أو بتعرض لك البيانات بأسامي مختلفة أو بتحتاج إنك تعمل عملية الفرمات كتير لها كل شيء يطلب منك تعمل الفرمات للفلاشة أو إنك تجي تحطها فيعمل الصوت بتاع النوتوفيكيشن اللي بيجي في الويندوز والفلاشة ما بتظهرش أو إنها بتتقري بحجم غير الحجم الأصل بتاعها سواء كان قليل أو كبير الموضوع مش مكتصر على كده أو بس ولكن مفيد جدا جدا لو أنت من النوع اللي بيسلف الفلاشة بتاعته أو بيديها الأكتر من شخص من صحابك من حد ما تعرفوش وكان عليها بيانات قبل كده فممكن تكون حاطت عليها صور شخصية أو مقاطع أو أي حاجة أنت مش حابب أي حد يشوفها فمن خلال البرنامج ده ومن خلال الطريقة دي بيمحي كل البيانات بشكل كامل فمحدش هيقدر يعمل لها استعادة بأي برنامج والموضوع مش على الفلاشة بس الموضوع على الفلاشة على كروت الميموري على الهارد ديسك تقدر تستعمله من خلال برنامج HDD Low Level Format أولا البرنامج حجمه صغر جدا جدا نسيب لكم الرابط بتاعه موجود تحت الفيديو على طول إن شاء الله من خلال موقع تكنو عربي هتقدروا تحمله فهتلاقوا نسختين للتحميل نسخة Portable نسخة ما بتحتاجش لعملية التذبيت ونسخة هتعمل لها عملية التذبيت أنا هنا هنزل النسخة اللي بتحتاج لعملية التذبيت وهثبت البرنامج بالطريقة العادية خالص وبعد ما يخلص هاجي أوصل الفلاشة بتاعتي وبعد كده هتلاقي عرض لك الأجهزة المتصلة بالجهاز بتاعك وخلي بالك من نقطة مهمة جدا جدا لازم تركز انت هتختار إيه علشان ما تبوضش الدنيا فهتيجي تبص على الكاباسيتي بتاعة الهارد ديسك هتلاقي هنا ده ألف جيجا بايت فده الهارد ما لكش راع به وهتلاقي هنا الاسم بتاعه وهنا ده الاس دي كارد حطت كارت ماموري من نوع اس دي الحجم بتاعه 16 جيجا بايت وهتلاقي هنا الفلاشة سان ديسك حجمها أربعة تلاف واربعة ميجا بايت يعني أربعة جيجا بايت فهي دي اللي أنا عاوز عمل لها عملية إعادة ضبط المصنع أختارها وبعد كده أجي أختار من فوق هنا Low Level Format هيضار لك اختيار يأكد لك على العملية دي ويضار لك اسم الفلاشة برضو فهتدوس على ياس وتأكد ليه البرنامج فهتستنى لحد لما بيخلص وما تستعجلش البرنامج وتأكد انك ما بتعملش حاجة سيب الجهاز يخلص مع نفسه علشان عملية الفرمات تتم بنجاح لحد ما يضار لك الشريط اللي الصفر اللي قدامك ده وبعد كده هتدوس على Format This Device أو انك تروح تفتح الفلاشة تضغط عليك للكتين علشان تعمل عملية الفرمات السريعة اللي احنا عارفنا علشان الفلاشة تبدأ تقرأ بحجمها الأصلي من خلال الكمبيوتر فهذا بكل بساطة نشرحل إزاي تقدر تتخلص أو تحل أغلب مشاكل الفلاش ميموري من خلال انك تعملها إعادة ضبط مصنع فدي كانت الطريقة بكل سهولة وزي ما قلتلكم الموضوع مش مكتصر على الفلاشات بس ينفع للكروت الذاكرة أي أن كان أنواعها ينفع له الهارد ديسك وكمان بيمسح البيانات بدون استرجاعها فموضوع مفيد جدا جدا وبرنامج تقدر تستعمله بشكل مجاني بعيد عن أن في بعض المميزات المدفوعة بحوالي تلاتة دولار أو أكتر فالرابط هتلاقوه موجود في صندولس فتحت الفيديو على طول إن شاء الله نسخة التثبيت والنسخة التحميل أو النسخة المحمولة فريد في الآخر لو استفدت من الموضوع وانساش يدعمني بأنك تضغط لايك للفيديو تدوس سبسكراب أو اشتراك للقناة من الايقونة المدارة اللي فوق بروس دي ولو كان عندك أكتراح عايز فصار سبولي من خلال التعليقات الموجودة تحت الفيديو وأي مشكلة بتواجهك في الفلاشة بتاعتك ياريت برضو تقولها لنا من خلال التعليقات وتشاركها معنا وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله كان معكم أحمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته